السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية لجميع مرحبا بكم فيديو جديد لرح نستمع فيه لأول تعليق من رئيسة الاتحاد الأردني لكرة قدم بعد فوز النشامة بقيادة المدرب المغربي حسين عموت على كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة أداء ونتيجة ومتعة على الملاعب القطرية صراحة ذكرنا بما فعله المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر إذن النشامة بينوا للعالم العربي على علو كعبهم في بطولة أمم آسيا الكثير لم يكن يرشح المنتخب الأردني للذهاب بعيدا أو للظهور بهذا الشكل في كأس أمم آسيا لكن بالخبرة المغربية ومع حسين عموت فعل المستحيل ووصل إلى نهاية كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية فهذا يعتبر إنجاز تاريخي وترفع القبعة لحسين عموت سواء فاز باللقب أو لم يفوز إنه حقق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف نهائي لأول مرة للكرة الأردنية وكذلك بالوصول إلى النهائي ونتمنى إن شاء الله بحويلان شوفوا نهائي عربي بين قطر وكذلك بين الأردن وشوفوا تتويج عربي كذلك لحسين عموت لملا إذن رئيسة الاتحاد الأردني صراحة يحسب لها هذا الإنجاز لأن جابت حسين عموت وقالت بأن جبت المدرسة المغربية بشطور كرة القدم الأردنية وهذا ما حصل وأنا في نظري حسين عموت لو استمر بهذا الشكل مع المنتخب الأردني أكيد معظم اللاعبين دي المنتخب النشامة اللي شوفناهم تقاتلوا اليوم وقدموا أداء كبير غاد يمشيوا يحترفوا في دوريات كبيرة مع أندية مهمة وغاد يشوفوا المنتخب الأردني يتطور من موسم لموسم وهكذا يكون عندهم دوري في المستوى يزيدوا يعاونوا الدوري ديهم وكذلك نشوفوا لاعبين آخرين ينضمون إلى المنتخب الأردني مع المدرب حسين عموت ومع توالي السنوات أكيد غاد يشوفوا منتخب يعني كبير منتخب منظم وفي استقرار كبير مع المدرب المغربي حسين عموت إذن الفضل يعود إلى رئيسة الاتحاد الأردني لكرة قدم رغم الخسارة دي المنتخب الأردني في المباريات الودية إلا أنهم أصروا على دعم حسين عموت وداروا التقاف حسين عموت واليوم ها هو يجني الثمار دي الصبر دي الاتحاد الأردني وكذلك دي الجماهير الأردنية إلى حسين عموت رغم أنه كان بعض المحلين وكان بعض الجماهير اللي كانوا يطالبوا بمغادرة حسين عموت قبل بداية كأس أمم آسيا لكن المستحيل ليس أردنيا وليس مغريبيا